السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم طلاب الأعزاء طبعا في الحصة الماضية كنا قد أكملنا تحليل وشرح درس الطيور كاملا طبعا توقفنا عند الواجب البيت الذي طلبته منكم وهو استخراج بعض القواعد من الفقرة الأخيرة طبعا ننظر أمامنا إلى هذه القواعد بداية مفعولا لأجله طبعا قلنا مفعول لأجل جميع المفاعل المنصوبة باللغة العربية مفعولا لأجله كلمة بحثا لماذا تهاجر الطيور بحثا إذن بحثا مفعول لأجله حرف شرط إذ حرف نفي لا لا أحد يعرف كيف تتمكن هذه الطيور من سلوك طريقها إذن لا جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم في الفقرة الرحلات الرحلات الآن ضميرا منفصلا ضميرا منفصلا هي هي غالبا ما ترجع إلى مكانها الأول نعتم الجرور الدافئة الأماكن الدافئة 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 ضميرا متصلا ضميرا متصلا مثلا أعشاشها الهاء في أعشاشها وبيضها أيضا هناك أكثر من خيار لك طبعا ممكن أنت تضع أسلوب تعجب سبحان الله الذي خلقه فأبدعه خلقه اللي هي سبحان الله طبعا إلى نهاية الجملة أهم شي علامة التعجب أهم شي علامة التعجب طبعا بشكر جميع الطلاب والطالبات اللي أرسلوا لي إجاباتهم طبعا كانت هناك بعض الأخطاء أتمنى من الجميع تصحيح الأخطاء الموجودة لديه بناء على الحل اللي أمامك الآن ننتقل إلى الصفحة عشرون طبعا بداية المعجم والدلالة طبعا المعجم والدلالة هناك بعض الكلمات ومعانيها في فرع واحد طبعا الرجاء من الجميع حفظها بشكل جيد ننتقل إلى اثنان السؤال الثاني فرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي ألف تأكل بعض الطيور الحبوبة الحبوب هنا وهي نوع من الطعام الحبوب با لا تتناول الحبوبة المسكنة من غير استشارة الطبيب هنا الحبوب المقصود بها الدواء با تحتاج الكواسر إلى مخالبة تمكنها من الإمساك بفرائسها طبعا هنا الإمساك بمعنى القبض القبض يعاني المريض الإمساك هنا الإمساك ومرض جيم يحفظ الطائر ريشه من الحشرات والأوساخ بتنظيفه عدة مرات في اليوم طبعا هنا يحفظ بمعنى يعتني يحفظ وسام القصيدة أي يقرأها غيبا ننتقل إلى صفحة 21 طبعا أمامك تدريب ثلاث صل بخط بين الكلمة وضدها في المعنى الكلمة وعكسها يا سابع طبعا هناك كلمة أسوأ ما ضدها أفضل ضدها أفضل ننتقل إلى تدريب أربعة المطلوب منه مفرد الجموع الآتية ما مفرد الجموع الآتية مناقير من قار طيور طائر فرائس فريسة رحلات رحلة خمسة عد إلى أحد المعاجم متيسرة لديك وتعرفك معنى كلمة غرائز طبعا غرائز مفردها غريزة وهي الطبيعة طبعا وهناك أكثر من تعريف لها رجاء منكم الاستعانة بالمعجم الوسيط معجم الطالب المدرسي معجم الوسيط واستخراج كلمة غرائز استخراج كلمة غرائز الآن الواجب البيتي حل تدريبات اللي هي الفهم والتحليل صفحة 22 على الدفتر على الدفتر يا سابع طبعا أنا بلاحظ عدد من الطلاب بيصوروني الحل عن الكتاب طبعا هذا مرفوض أنا طلبت من أكثر من طالب وطالبة إعادة الحل على الدفتر إذن واجب بيتي الفهم والاستعاب والتحليل على الدفتر زائد كتابة المعجم والدلالة اللي كنا قد حللناها قبل قليل أيضا على الدفتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى